موضوع أنه هو موضوع حزام الأمان المرور يردون الناس تلبس حزام الأمان وبعض الناس حزام مع البنطرون ما يلبسون الله شاهد الناس تلبس حزام الأمان طبعاً أنا مع هذا القرار وعاشت ديكم لأنه قرار صائب جداً أنه أنت اليوم تخلي الناس تلتزم وتلبس حزام الأمان وحسب تصريح مدير المرور الآن ما يقول بس البارحة إحنا قاصين 3000 وصل أول 50 ألف مو هوين؟ 3000 على 50 ألف إش قد تطلع 3000 وصل في 50 3000 في 50 150 مليون ما شاء الله يعني بس البارحة 150 مليون عدد الوصولات يقول أكثر من 3000 طبعاً هو قال أكثر من 3000 150 مليون بس غرامات في يوم واحد عمد تلبس الأحزام رحمة والديك حساً الأحزام بنطرونك ملابسة شدة الأحزام مالأمان 50 ألف ترى غرامة حساً تشون ضارك الأحزام خانقك ترويج منها يجي من الشتف للصدر ينزل على البطن ما خانقك دي لبسة بس مو تروح تسوي لمثل هانا رمزي بالفيلم ماتة خيطها بالبدي وتبقى ببدي واحد الصيف كله دير بالك هذا هو عدد الغرامات اليوم أمس دعونا نرى الخبر والتفاصيل اللي أيضاً انتشر بصورة كبيرة جداً نشرت صفحة أخوة النظيفة تقول انتشار مفارز المرور أنا بعد شا سوي بك دقية الرقم طلع 150 مليون ما شاء الله يقول انتشار مفارز المرور في بغداد والمحافظات كافة بالتزامن مع تطبيق قرار وضع حزام الأمان لساقي العجلات ومن يجلس بجانبهم زين من يجلس بجانبهم يعني مو بس هذا القرار القرار انه السائق لازم يلبس واللي يقعد بصفه لازم يعني شوفوا جماعتي اي واحد يصعد بصفوي ما يلبس الحزام انت تدفع الخمسين الف مو آني من هستقلك اي واحد يقعد بصفوي نداء الى كل اصدقائي اللي يقعد بصفه بالصدر يلبس وحتى اللي يقعد لي وراء راح طلق الى الحزام راح اشيل الدوشة وطلق الى الحزام انا ما بيا حالة غرام خمسين الف من وراء حضرت جنابك والله العظيم ترح تصدق اللي يصعد بصفه بعد يلبس الحزام انا بالنسبة لي يلبس الحزام ما عدمانه وصار لهواية اللي يبسوا ملتزم بس اي واحد مننا صدقائي يصعد وياي بالصدر يلبس الحزام الأمان من الاخير بعدان قلتلكم